موسيقى هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ريد الدريديمشن توزن لهب طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن اكثر شخص منحوس في عالم ريد الدريديمشن تو صراحة الاشياء اللي صارت لهذا الشخص اشياء يعني كفيلة بانها تقلب حياتك من السيء الى الاسوأ الاشياء اللي صارت له جدا بشعة فتعالوا سويا نشوف هذا الشخص فيلا نخش في المقطع طيب هذا الشخص رح تقابله في احد فعاليات العالم اللي تصير طبعا رح تقابله في المستنقعات في حالة سيئة جدا فعالوا نشوف طبعا زي ما شفته رح يطلب منك المساعدة ورح يطلب منك انك توديه للدكتور في مدينة السان دينيس وفعلا ارثر مورغين رح يساعده طبعا لو تلاحظون حالته جدا جدا سيئة ويعني مو قادر حتى يثبت في مكانه ويثبت على الحصان طبعا الاحتمالات كثيرة جدا ممكن يعني تسمم بشيء معين ممكن اصيب طعنة في يده لكن بما انه كان في المستنقع الاحتمال الاقوى انه في تمساح هاجمه وجرح يده جرح عميق جدا طبعا لما توصل للدكتور في السان دينيس هذا اللي رح يصير ماذا حدث؟ فقط اردت من خلال من المستنقع لا تنسل انت في المنزل شكرا شكرا احسن اعجب شكرا هناك أيضا مني المساعدة ونحن نحن 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 حسنا حسنا اكتبت من جدا ويشهر 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 احسن بسرطة ويشهر 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 ماذا تقول؟ آه، جيزيز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترى الدم منتشر على كل ما لابسك من الجزمة الى السروال الى الجاكيت منتشر بشكل كبير يعني كأنك يا دكتور مسوي جريمة قبل دقائق وين الوضع الطبيعي طبعا بعد عدة ايام لما ترجع للساندينيس راح تحصل التالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في منحوس اكثر منه وايضا في اثناء شنقه خويا هذا عرفنا وطلب مننا المساعدة لمرة ثانية فهل نقدر نساعده تعالوا نشوف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني المے حاولوا عبارات فالشرطة لفقوا فيه جريمة انه قتل امرأة عشان محد يتعاطف معاه ويتمشنقوا والتخلص منه لانه في جهة نظر الشرطة لو خلوا يعيش رح ينشر المرض بين الناس وبما انه مدينة الساندينس كبيرة فرح ينتشر بشكل كبير فقرروا انهم يتخلصون منه صراحة امر محير جدا ويخليك تطرح العديد من الاسئلة طيب يا لهبيين ابغاكم تكملون معايا اللغز عشان نقفلوا وننتهي اي احتمال من الاحتمالين تحسونه صح هل هو فعلا قسل امرأة لذلك تم شنقه او انه مصاب بمرض معدي ولفقوا في له تهمة عشان يتخلصون منه اي احتمالين تشوفونه الاصح بالنسبة لي انا صراحة اختار الثاني بسبب اصرار الشرطة على قتله طيب بكذا اصنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الان يدمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة